في شأن الكذب قالوا تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت هذا المثل قاله قبل نحو 200 عام الرئيس الأمريكي السادس عشر إبراهام لينكون والذي عاد لينعش الذاكرة السياسية بشأن الإنجازات الميدانية التي تزعم الدعاية الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يحققها على حساب المقاومة في قطاع غزة السردية الإسرائيلية التقليدية التي اعتمدت وصفة حركات الجيش بالملاحم البطولية فندتها اليوم صحافتها ومنها صحيفة معارف الإسرائيلية في مقال تحليلي تطرقت فيه إلى مدى تصدع الرواية الإسرائيلية المضللة بعد انكشافها وخسارتها الحرب الإعلامية أمام الرأي العام الصحيفة العبرية المشاهدين تسألت عن آخر مرة حقق فيها الجيش الإسرائيلي انتصارا بعد عدوان عام 67 ووجهت سؤالا إلى قرائها قائلة هل فكرنا في احتمال أن جيشنا غير قادر على الانتصار اليوم؟ فخلال السنوات الماضية كان الشعب الإسرائيلي يتهم الساسة بمنع الجيش من إحراز الانتصار المنشود لكن اليوم يبدو أن الموقف مختلف كليا وأضافت الصحيفة الجيش بات عاجزا عن التفوق على حركة حماس التي لا تملك قوة جوية ولا دبابات ولا سفنا أو قبة حديدية بمليارات الدولارات بل أن كل ما تملكه حماس ومجموعة طائرات من دون طيار هذا المقال المثير للجدل يضاف إلى تقارير إعلامية غربية وحتى عبرية تضحض الدعاءات تل أبيب عموما وتلك التي اتهمت مقاتلي حماس بقتل الأطفال والتعدي على النساء بان عملية طفان الأقصى لكن بعد مرور 65 يوما على الهجمات الإسرائيلية البرية والجوية على غزة والتي خلت وفق مراقبين وساسة دوليين من أي بوادر للانتصار العسكري يبدو أن الجيش الإسرائيلي يتبع طريقة أخرى لإخفاء إخفاقاته المتكررة وإقناع شعبه بأنه يحقق نصرا ميدنيا عبر إطلاق رشقات رصاص على جدران مبادن هجر ساكنوها قصرا من غزة اشتركوا في القناة هذه المواقف المهتزة لجيش طالما وصف بأنه لا يهزم كانت محل تفاعل رواد التواصل الاجتماعي هنا كتب نصار صلاح يكذبون كما يتنفسون أما عمار علي حسن فقال أنا مندهش من مستوى هبوط النخبة في إسرائيل لا أتحدث عن الانحطاط الأخلاقي فهذا عرفناه ولمسناه من قبل لكن أقصد الانحطاط المعرفي والمهني أكذب إسرائيل لا تريد تسويقها ينتجها عقل تاذج وأردف الناشط مشعل لركاب ضفيري قائلا لم أتوقع أن تكون إسرائيل بهذا المستوى الهابط إعلاميا ودعائيا أكذب سامجة في الأخبار والفيديوهات ارتباك شديد وفقدان اتزان بسبب الوضع العسكري اضطرهم إلى هذه التلفقات والفبركات المكشوفة المثيرة للسخرية وبتغريدة الناشط عاصي نختتم القصة إذ قال لقد سائم العالم أكذب إسرائيل كل قصصهم كذب من دون أي دليل